بعد إغاثتها للأطفال الأيتام في الموصل ها هي منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في حملة جديدة لبت فيها المنظمة نداءات جاءت هذه المرة من مستشفى راوى العام غربي الأنبار المنظمة وبالتعاون مع هيئة علماء المسلمين قدمت مساعداتها العاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى راوى في مبنه البديل بعد أن بات المبنى الأساسي خارج الخدمة جراء العمليات العسكرية في الأنبار تقوم منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بتقديم المستلزمات الطبية والأدوية إلى مستشفى راوى في غرب الأنبار والمستشفى هي المستشفى البديل على المستشفى الأصل وذلك لتضرر المستشفى الراوى الكبير وهم في مستوصف صحي في المدينة والمستشفى بحاجة إلى مستلزمات طبية وإلى مختبر حيث يوجد نقص في المستشفى هذه البديل إلى المختبر وجهاز تغطيط القلب فريق منظمة أم القرى انتهز فرصة وجوده في مبنى المستشفى البديل إذ تجول بين أرويقته لتكون المفاجأة هذه بجانب النقص غير المفاجئ في المستلزمات الطبية هذا النقص الحاد دفع المنظمة الإغاثية لتجهيز حملة عاجلة لتلبية حاجة المستشفى وسد النقص في المواد الطبية والأدوية حملة قابلتها عبارات ثناء ومديح من الكادر الطبي والعاملين في المستشفى نشكر منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية على الأدوية والمستلزمات الطبية اللي يرسلوها إلينا لمستشفى راوة العام غربي الأنبار الحال في مستشفى راوة كغيره في عشرات المستشفيات في العراق التي يخلو معظمها من أبسط ما يفترض أن يكون متوفرا في أي مستشفى رغم ما خصص لقطاع الصحة من موازنات مليارية